أيضاً للمزيد من التفصيل والتعليق ينظم لنا من القدس المحتلة أيضاً سيد أحمد الصفدية الكاتب الصحفي سيد أحمد صباح الخير إذن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الرئاسة الفلسطينية، الجميع متخوف من موضوع العمليات العسكرية المتوقعة ضد رفح التي تؤوي كما قالت الرئاسة الفلسطينية أكثر من مليون واربعمائة ألف فلسطيني غزاوي نزح من أرضه واضطر للسكن في هذه البقعة الصغيرة برأيك إلى أين تسير هذه الأمور والدعوات الإسرائيلية لاستمرار العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها صباح الخير لك زميلي والجميع المشاهدين الكرام على قناتكم وجمهور القاهرة العظيم بهذا الاتجاه حياك الله، الفكرة هم أرادوا صفقة للأسرة لم يبتلعها نتنياهو يعني أنا بشبهها مثل الدواء العلقم المر غير قادر على ابتلاعها لأنها تكرس حزيمة 7 أكتوبر وتكرس الخلل في تحقيق الأهداف التي وضعوها سواء الضمنية أو الأهداف المباشرة بل وأيضا وأهم هدف كان تهجير الفلسطينيين ولكن كانت ممانعة باتجاهين ممانعة من الشعب الفلسطيني وأيضا ممانعة من الموقف المصري الذي ساعد الموقف الفلسطيني في العديد من الأمور أهمها أزمة محور فلندلفيا والتي أراد الاحتلال أن يخلق أزمة ويسيطر أمنيا وبالتالي ينتهك السيادة الفلسطينية والمصرية بشكل مشترك ولكن ردت عليه مصر ووضوح وفي موضوع إكالة وإلقاء الكرة إلى المصر في موضوع المساعدات الإنسانية وهذا ما كرسه أيضا بايدن وما كرسته إسرائيل في محكمة العدل الدولية ولكن أيضا مصر كانت واضحة بهذا الاتجاه وموضوع إزاحة محور رفح وبالتالي تجديد الحصار على الفلسطيني وعدم إتاحة أي حدود ما بين أي دولة عربية وأيضا أهل غزة وهذا يشد الخناق على الفلسطينيين موضوع الصفقة نعود إليها لا يبتلعها من تينيو لأنها تكرس هزيمته ولكن هي مثل الدواء مفيدة جدا وأهمية ومنقضة لحياة إسرائيل فعليها أن يبتلعها كما تحدث ضيفكم وزميلي على الأعور قبل قليل فالفكرة هي مصار إجباري وهي مصلحة للجميع هي مصلحة للفرنسيين هي مصلحة لإدارة الأمريكية هي مصلحة للإقليم وهي مصلحة للفلسطينيين وهي مصلحة للإسرائيليين ومن يلا يرى بهذا الاتجاه فهو لا يقرأ السياسة بشكل واضح وخلينا نركز على موضوع الإسرائيليين الإسرائيلي إن استمر في هذه المعارك وهذه الحروب وحتى وإن اقتحم رفح وستمر في هذه المجازر صحيح أنه سيزيد فطورة الدم والتقتيل ولكن السؤال هل يستطيع أن يحقق هدف القضاء على المقاومة على الشعب الفلسطيني؟ لن يستطيع النقطة الثانية هل يستطيع أن يحرر أي أصير بهذه الطريقة لا يستطيع لأن هذه هي نظرية العدم جربها أكثر من مرة وهو يقتل جنوده وهنا التساؤل سيد أحمد لم يكن يستطيع فعل ذلك وهذا أيضا ما ذهب إليه حتى ضباط في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تقارير سرية رفعت للحكومة الإسرائيلية مؤخرا كما كشفها الإعلام الإسرائيلي في الفترة الأخيرة بأن عملية استهداف الأفراد والقيادات من الفصائل إن كانت من الكتابة الفلسطينية أو غيرها لن يزيد الأمر إلا سوءا ويزيد التعقيد فإن كانت هذه الرؤية معروفة لديهم بأن هذا لن يجدي نفعا عملية القتل بهذه الطريقة لماذا يستمر إذن نتنياهو وغيرا بهذه الأساليب ولا يغير أسلوب مكافحة من يراهم هم إرهابيون كما يقول ندرس سريعا أريد أن أطول عليه خلينا ندرس موضوع إسرائيل كيف استخدمت موضوع النكبة وتهجير الشعب والمجازل هو يعتقد الإسرائيلي بأنه بمزيد من القوة إذا مارس القوة لن تنفع فيستخدم مزيدا من القوة فهو أراد أن يكرر تجربة النكبة الأولى من خلال التهجير ولكن هناك ممانعة فلسطينية ومصرية وهناك واعي فلسطيني الشعب يقتل ويقتل ولكن لا يهجر النقطة لا يهجر النقطة التارية خلينا نستدعي تجربة مصر نفسها عندما هزم الشعب العربي أو الدول العربية في 67 لم يتقبل نصر مصر وسوريا 73 ولم يتقبل موضوع مباغة 6 أكتوبر وهو لا يتقبل هزيمة 7 أكتوبر بنفس الطريقة وبنفس المفاجأة وبنفس الأدوات الاحتلال أباد المنازل أباد الجامعات أباد الأطباء أباد المستشفيات ولكن الشعب ما زال صامدا وهناك ليس فقط المقاومة ترى الطفل يتعلم على ركام منزله يعود ويبني بالصاج حول منزله لا يخاف لا يركع هذا الطفل ويقول أنا أباقي في أرضي طفل فهو ماذا يتوقع الاحتلال بهذا الاتجاه لن يحجر الشعب الفلسطيني وبالتالي هون مشكلة الاحتلال غير قادرة الموضوع هو أزمة نتنياهو الشخصية ولكن أصبحت مكشوفة يعني أنا بمثلك إياها باختصار مثل نتنياهو موجود في عمود الخيمة هناك شد من اليميل الإسرائيلي بينكفيروس موتريتش باتجاه هناك شد من لبيد وأزينكوت وجانس يعني الوسط أو اليسار باتجاه هناك تجليس من الإدارة الأمريكية تحاول أن تجعله واقف بعمود الخيمة ليس لأنه نتنياهو لأنها حريص عسرائيل بنتها المدللة في الشرق الأوسط ولكن نتنياهو لا يأبع لشبكة الأمان التي منحها هي المعارضة وبالتالي هو يصير خلف اليمين ولكن ممكن في لحظة معينة نتنياهو أن يذهب إلى اتفاق سري مع المعارضة وخاصة في ظل الضغطات الأمريكية يعني أيضا كل تصريحات بايدن جديدة وحديثة وبلينكين جديدة هي تضغط باتجاه الصفقة وباتجاه الوساطة المصرية والقطرية وأيضا تضغط على اليمين المتطرب بهذا الاتجاه لو أخذنا هذه التصريحات سيد أحمد أعتذر المقاطعة تصريحات التي أدل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرومي من أن بعض المراقبين يرونه بدأ ينسى كثيرا وبدأ يفقد الكثير من إمكانية التركيز ولكن في تصريح مهم كان يوم أمس تحدث أول من أمس تحدث عن أنه يقول أنني كما تعلمون أكثر المعادينة أو الرافضين لسياسة إسرائيل التي تجاوزت الحدود كما يقول بعملية القصف أو القتل المدنيين كما يراها بعض المراقبين هذا ما يقصده هنا بايدن هذا التغير بهذا التصريح على الرغم من استمرار الدعم على الأرض الدعم العسكري وعدم القول لا لوقف هذه الحملة العسكرية أو هذا العدوان على قطاع غازة كيف يمكن أن تقرأه وكيف يمكن أن يصد أو يحد هذه التصريحات وغيرها من إمكانية تقدم الجيش الإسرائيلي بتقاه رفح الفلسطينية زميل العزيز أشكرك على هذا السؤال هام جدا أولا بايدن من بداية 7 أكتوبر نسي أنه الرئيس الأمريكي وقال أنا صهيوني حينما نزل ووطعت على أرض فلسطين المحتلة قال أنا صهيوني هو وبلينكين فلا ضرر أن ينسى الآن المصلحات القضية الفلسطينية والمصلحات الصفقة ولكن علينا أن نقرأ الموضوع ليس بايدن الموضوع أن بلينكين أحبط من تعنت واستعلاء نيتنياهو والذي لا يتجاوب مع صفقة بذل مجهود فيها أمريكي، مصري، قطري، فرنسي وأيضا فلسطيني وأيضا إسرائيلي حتى الشباك الإسرائيلي والموساد بذل مجهود كبير فيها ليصطدم في نيتنياهو مزجيته وعدم انسياعه وعدم اهتمامه رغم أن أمريكا كما تفضلت حضرتك وفرت له الجسر المالي والجسر الدبلوماسي والقبة الحديدية في الأمم المتحدة والفيتو وأيضا الجسر العسكري يعني بهذا الاتجاه يجب أن يرضخ للإدارة الأمريكية فهو لا يريد أن يرضخ بالتصريحات كان بلينكين وأيضا كيربي وقال أيضا بايدن إذن الموضوع حتى لو فجأة صرح بايدن بهذا الاتجاه نحن نقرأ أن السيستم الذي يصرح الإدارة الأمريكية كلها تصرح وليس فقط بايدن حتى لو معه الزهايمر كما يدعي الإسرائيلي طيب بلينكين وكيربي يتحدث بنفس الطريقة كل المسؤولين الإسرائيلي الأمريكية تحدثوا بنفس الطريقة هذه التصريحات مهمة رغم أنها ما زالت لمصلحة الإسرائيلي ولكن هي تريد أن تنزل إسرائيل عن الشيطرة ولكن علينا أن نفهم هذه التصريحات تضع بالإطار التالي أصبح أكسجين نوتينياهو هو ثاني أكسيد الكربول لبايدن لأن بايدن حاول أن يلتق بالجاليات العربية المصرية والفلسطينية والمسلمة والأقليات والأفارقة ولكن حجبوا الثقة عنه ورفضوا أن يلتقوا معه وقالوا أنه شريك للإسرائيلي في المعركة وفي الحرب على غزة والإبادة وبالتالي بدأ يدرك أنه سيخسر الانتخابات وأيضا حزبه الدموقراطي أيضا يلومه على هذه السياسة وأصبح يخسر القاعدة الداخلية لدى الدموقراطيين ويخسر جمهور الشباب ويخسر جمهور طلبة الجامعات وهذا كله شهدناه من خلال حركة الشارع الأمريكي وبالتالي أصبح يختنق من نوتينياهو أصبح غاضب على نوتينياهو وبالتالي هذه التصريحات طبيعية والدفع باتجاهها يصفق طبيعي لأن الأمريكا تريد أن تعمل لمصلحةها الزميلي العزيز ولمصلحة إسرائيل نعم أقصد سيد أحمد عندما نتحدث عن تصريحات بهذا الحجم من قبل من قال إنه صحيوني هو وحتى وزير خارجيته أنا أقصد هنا بايدن الرئيس الأمريكي وكذلك بلينكين عند قدومه من إسرائيل لأكثر من مرة قالوا إننا صحينا وحتى عوتب وزير خارجية على هذا الحديث نسي إنه وزير خارجية نعم نسي إنه وزير خارجية وحتى كان هناك ردود قاسية من دول القوار لإسرائيل لهذا الموضوع على الرغم من هذه التصريحات التي شهدناها الآن هذه التصريحات الأخيرة تصريحات يعني تعتبر أو تعد هذه التصريحات بالضد مما كان قد صرحوا به ما تأثير ذلك هذه التصريحات على العمليات العسكرية على الأرض هل سنرى انفراجة قريبة من هذه العمليات هل بالإمكان الابتعاد الصهيوني عن محور فلاديلفيا وكذلك رفح الفلسطينية بعد هذه التصريحات هذا يعتمد على معطيات الميدان الميدان هو الذي يتحكم واضح أنها صفقة تحت النار صحيح من الطرفين إسرائيل يقول أنه سيطر أخيان يونس ويخوف الناس في رفح مجازر وأنه ماضي بالمناسبة اليوم نفى المتحدث العسكري أحد المتحدثين العسكري وقال هذا صدر عن نيتنياه وقفز عن كل الرتب العسكرية يعني واضح أنه في إطار عفوا الصوت قطع معي فقط لم أفهم ماذا الذي نفاه من الذي نفاه سيد أحمد من نفى من أحد المصري العسكري الإسرائيليين قال هذه التصريحات نيتنياه ليست في إطار السيستم العسكري أو خارج عن الناحية العسكرية هو قفز عنهم وبالتالي هي تصريحات من أجل الضغط على المقاومة خاصة أن المقاومة الآن في مصر باتجاه أنها تخضع كل طرف يريد أن يخضع الطرف الآخر هذه المرة الصفقة ليست مثل كل مرة وليس مثل صفقة شليد هي صفقة تحت إطلاق النار صفقة معطيات الميدان مهمة ولا ننسى أيضا في تصريحات الإدارة الأمريكية لم يبدو عليهم وقف إطلاق النار ولم يتفوهوا بإطلاق النار وكل الحديث عن حل الدولتين لم يوافق الأمريكي لغاية الآن أو أن يضع إسرائيل بإحراجها كله سنوافق في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة على حق فلسطين بإقامة الدولة وما زال الأمريكي يحمي الإسرائيل إذن هذه التصريحات مجرد ضغط على نيتنياه نفسه وأنا حسب اعتقادي لأن نيتنياه يضع المكائد للإدارة الأمريكية وهو يريد وينتظر ترامب وصرح بنكفيل أن ترامب أفضل لإسرائيل وبالتالي هو يريد أن يمد المعركة بهدفين الهدف الأول حتى يصل إلى إدارة ترامب وحتى أيضا أن يهرب من المحاسبة القانونية حسب ما تحدثت ما الذي يمكن أن يبقي الفرد الإسرائيلي على الموافقة أو على الشعر الإسرائيلي الموافقة باستمرار هذه المعركة في ظل أحاديث عن خسائر مدية ضخمة التصنيف الأخير الاقتصادي لإسرائيل قد انخفض من A2 إلى A1 والرؤية سلبية كما قيل وهذا ربما يؤثر أيضا على الواقع الاقتصادي بشكل كبير وإسرائيل ترتكز على هذه المواضيع أكثر ما الذي يمكن أن يسمح لاستمرار هذه الحرب وهذه الضغوط الاقتصادية والموافقة على سياسة نتنياهو وما يستمر فيه في هذه المرحلة أو في هذه الأيام المقبلة لن تسمح الظروب بالبقاء نتنياهو لأنه مكشوف الآن وهناك المعارضة تتحرك ونحن نفسر مظاهرات لأهالي النازحين من شمال غزة وجنوبها الذين يقومون بالفنادق لأن يضغطوا على الإدارة الإسرائيلية ولديهم مظاهرات وهذه ورقة قوية تضغط على نتنياهو فضلاً عن ورقة الأسرة عادت من جديد تكسح الآن نتيجة تعامل نتنياهو موضوع الاقتصاد كما ذكرت حضرتك الدخل القومي من 3% إلى 0.5% تراجع كبير وخسائر عالية في كل القطاعات الاقتصادية الانفاق على الاحتياط وعلى الجيش عالي جداً من ناحية الاقتصاد الحرب تكلفهم أكثر من 50 مليار لحد الآن بهذا الاتجاه الإدارة الأمريكية توفر لهم 17 مليار ضغطات على نتنياهو من أي ناحية العسكرية الذي يقول أن هناك إنجازات لم يحقق أي إنجاز يوم أمس كان ضغط بأنه قتل جندي آخر بين نيران الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية نتيجة نيران الإسرائيلية الضغطات عالية جداً ضغط من الإدارة الأمريكية مجموعة ضغطات جميعها تؤدي لهدم الخيمة وانهيار نتنياهو نتنياهو أمام خيارين إما أن يخضع لهذه الصفقة وممكن أن يخضع حسب اعتقادي تحت كل هذه الضغطات ولكن هناك تقارب لوجهات النظر يعني هم يدفعوا أنه مثلاً يصير ضغط على المقاومة أنها تقرب أكثر وضغط على الإدارة الإسرائيلية أن تقرب أكثر ليوصلوا إلى المكتب مشتركة أما أنه موضوع أنه تستسلم المقاومة المقاومة لغاية الآن لم يجف لها أو لم يتحرك لها رمش بهذا الاتجاه إذن مجموعة الضغطات هي التي ستؤدي للصفقة أنا متوقع أنها غير جدية هذه التصريحات بموضوع رفع ولكن اللقاءات المصرية القطرية مهمة بعد أيام قليلة سنشت صفقة حسب اعتقادي وحسب تحليل السيد أحمد الصفدي الكاتب الصحفي من القدس المحتلة وافر شكري لك على هذه الإضافة في هذه التغطية شكراً جزيلاً لك